رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النساء وإن يحصل يراجعناه بيكلموه وينقشوف في النفقة وينقشوف كذا وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبرش ده نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع إرادة النهاء العلاقة خالص إزاي تقدر تمسك قلبك إن دي مازالت حبيبتك؟ إزاي تقدر تمسكي قلبك إن ده مازال حبيبك؟ ما نسيبش نفسنا لغاية ما نجعل كل واحد فينا الطرف الآخر هو عدو وعشان كده كل طرف لازم يحتوي الطرف الثاني ويتنازل ويضحي عشان خطره يعني إيه يتنازل؟ أنا بحب بكلمة بديلة لكلمة التنازل أن يبذل ما به يستديم العلاقة فإحنا بنتكلم عن مهارات استدامة العلاقة يعني مهارة تجنب الصراع هي مهارة أساسية فيه من مهارات استدامة العلاقة مش بس مهارة صيامة العلاقة ده أنا أصلا أنا عايز المهارة دي تبقى عندنا مش عشان أستديم العلاقة فلما تحصل مشكلة تجاوزها لا أنا عايز إن المهارة دي تبقى عندي عشان تخليني أشوف مناطق الصراع على إن هي فرص فرص بيننا عشان كل واحد فينا يثبت للتاني حبه ويثبت للتاني إزاي هو حريص عليه وممكن يجي من اختلافات الشخصية على فكرة الصراع ده أصراع ممكن يجي اختلاف الشخصية أو اختلاف ترتيب القيم أضرب لكم مثال هم داخلين دلوقتي السوبر ماركت وهم عندهم تلات قيم الحب المشاركة الأسرة هي برفيكشانست ست بتاعتيه فعندها الأسرة والمشاركة والحب فأنت لو سمحت تعالى نقى معايا الحاجة فهو عايز يعمل إيه لكن هو عنده الحب والمشاركة والأسرة فهو عايزة إيه اللي حاصل نحن نتكلم مع بعض نحن نشرب حاجة نروح نفرج على حاجة وبعد كده نبقى نجيب الحاجة على مايننا فهي تشوفوا تقولوا إيه إيه ده إيه الرجل اللي مش حاسس بالعلاقة اللي بيننا دي هو يقول إيه اللي حاصل إيه إيه ملحب تتجفف العلاقة كده وبتحول لها إلى علاقة خدمات كده دي الاتنين ترتيب القيم ممكن يعمل كده والدوافع والأفكار والرغبات كل ده ممكن يأثر ويخلي التفاهم بين الزوجين صعب الاختلافات دي ممكن تأثر على الناس وتخليهم مركزين على احتياجاتهم الشخصية في كل واحد يعمل سيلفة فينس ويصم من الطرف الآخر يجيله في مساحته ويعيش به الاسكريبت اللي هو عايش به حاضر تنامي معانش كده أتاح الفرصة للسيدة عايشة تعيش كما تفريد وأتاح الفرصة لكل واحدة من زوجاته إنها ما تتبدلش في شخصيتها وما تبقاش كربون وعشان كده فيه طرق غير رشيدة في التعامل مع الصراعات لما الصراع يأثر على المحبة ويخليها تتراجع فيميل شريك الحياة للعزلة والخوف من الهجر ويبتدي يهرب من المواجهة ويبتدي يبحث عن الاحتواء في مكان تاني إحنا اللي لازم نقول لازم نقول إن إحنا نتعلم مهارة تجنب الصراع هو ده أفضل طريقة عشان نتجنب كل ده وده عن طريق الخطوات اللي أنا أوضحها لحضرتكم تعالوا نشوف إزاي نبقى عندنا هذه المهارة البديعة المثيرة الجميلة التي تجعلك وكأنك أصبحت أكبر وأصبحت أقوى وأصبحت أريح مئات المرات من حالتك إذا ما كانتش عندك هذه المهارة أول حاجة التواصل بصراحة والصدق والتواصل بصراحة والصدق مش معناه إن الواحد يكون جارح ولا مؤذي وده هيخليك تفهم ما يسير قلق شريك حياتك وما إيه اللي بيخليه يدخل في الصراع بينك وبينه وعشان كده أنت كمان محتاج تكون واضح فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات ما تجوش أنت في دور ولا مسؤولية أنت مش عايز تقوم به حاضرها بقوم بي بعدين لا أنت مش شايف أنت مش هتقدر بدا أقعد وقول طب أنا مش شايف أن أنا هقدر على ده ممكن تيجو نتكلم ممكن نعمل إيه في الدور الفلاني ده هو ده اللي ممكن يريح الدني لكن لما سيب المسألة على أمل أن الشخص الآخر عارف أن ده دوري أنا فييجي بعد كده ما يحصلش الدور ده فأكيد أنا تصارع أكيد وخاصة في مسألة الستات وخاصة الستات هتيجي تقول أنت وعدت وخلفت أنت دايما بتوعد وتخلف فلذلك تعالوا نتكلم نتواصل بصراحة وبصدق في كل شيء الحياة اللي مش عاجباني نقولها بس نقولها برق يعني لما يكون فيه احتياج عندي أقول إيه والله أنا محتاج كذا مش وانت ما وفتهوش لي لا أنا محتاج كذا الحاجة التانية بقى اللي تساعدنا يبقى التواصل بصدق وبصراحة من غير ما الصراحة المصارحة تتحول إلى مجارحة من غير ما يكون جارح الحاجة التانية الاستماع الفعال أن أنا أستمع بحرص وتركيز لفهم وجهة نظر شريك حياتي بدون مقطعة ودون انحياز وده تعلمنا من هادي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسمع شاك وزوجاته ومتطلباته يا مؤمن حضرة النبي قاعد يسمع السيدة عائشة في تقدير قراءة هذه الصفحات في حديث المزارع أحد يسمعه من 12 إلى 15 دقيقة وأجاب في الآخر بكلمة طب ليه هو حضرة النبي مش قادر يقول حكمة هذا حضرة النبي هذا مجمع الأنوار مجمع الأسرار مجمع البركة هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عارف هي تقول إيه بلما تقوله لكن حضرة النبي كلمة منه تشفي فقال لها كنت لك كأبي زرعي لأم زرعي إلا أنني لا أطلقكي خلاص هي وصلة للأمان الحضاشر قصة اللي هي قاعدة بتحكيهم دولة هي بتحكيهم ليه إن المرأة تبحث في الكلمات وتبحث في الأموال عن الأمان فخدت الأمان بتاعها خلاص هو نفس الكلام لما هو بيتكلم هو عايز أمان فهي لو أمنته خلاص ولذلك رسول الله كان بيعلمنا إزاي الرجل كمان بتحكي الأمان قال إني لا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساخط ففي الأخ خالص رحت السيدة عائشة رحت على طول من دياله الأمان قالت والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله موسيقى